خلاص فاضل ساعات أو يوم على يعني حسب إعلام دار الإفتاء النهاردة إنه بكرة هو المتمم لشهر رمضان أو أول أيام العيد بكده شهر رمضان اللي كله خير ورحمة وبركة ورزق هنودعوا وفي ناس كتير طول الوقت بتفكر الأعمال اللي عملتها خلال هذا الشهر الكريم من صلاة وصيام وقيام هل تقبلت ولا لا ده سؤال أكيد مطروح عند ناس كتير كتير إزاي أعرف إن الأعمال الصالحة اللي عملتها في رمضان أو اللي أحسبها صالحة تكون اتقبلت إيه المفروض أعمله علشان أرفع من أعمالي وأزود الأجر فيها دي كلها أسئلة حنعرف إجابتها من الشيخ السيد عرفة الوعد بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية صباح الخير على حركة وأهلا وسهلا مرحبا أهلا كل عام محرك بألف سحة وخير إحنا بنحسب إن إحنا بنعمل مجهود كبير جدا في رمضان وبنسعى قد ما نقدر إن إحنا نغتنم الأجر إزاي أتأكد إن شاء الله إن برحمة ربنا ربنا تقبل مني كل الأعمال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لاها يا إله ولكل كرب عظيم فرج اللهم معنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرى وبعد يعني وإحنا في ختام شهر رمضان شهر المنح والغفران شهر البركات والرضوان شهر كله رحمة كله مغفرة كله عتق من النيران جعلني الله وإياكم من عتقائي من النيران يعني الواحد بودع رمضان كذا والقلب بيعتصر ألما وحزنا والعين بتدمع على فراق هذه الأيام فيا عين جودي بالدمع حزنا على فراق ليال ذات أنواري على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزاري ما كان منا والشمل مجتمع من المصلي ومن القانة القاري فابكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا ما بقي في العمر من أعماري حابد ريتك ربنا يحفظك بتسألي طب إزاي يعرف ربنا قبلني أو ما قبلنيش الأعمال لنا صلتها الصلاة اللي صلتها القرآن اللي قرأته الدعاء اللي رفعت إيديا ربنا سبحانه وتعالى التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كلنا عوزين نكون من عتقاء الله من النيران وكلنا عوزين نكون من لألف يوم سيدنا النبي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن ربنا يعني على طاعته سبحانه وتعالى ربنا رحيم بي سبحانه وتعالى وإحنا بنصلي بنبتدي الصلاة بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أعاننا على طاعته أكيد سبحانه وتعالى هيقبلنا سبحانه وتعالى ومن علامات القبول الاستمرار على الطاعة إن أنا ما بعبودش ربنا في يوم أو في أسبوع أو في شهر بل إن عبادت ربنا في كل نفس من أنفس حياتي ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أهل للحمد والثناء سبحانه وتعالى لذلك إحنا المحتاجين لربنا سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين إحنا محتاجين ربنا طب علامات القبول إننا بعد رمضان هيكون نفس السلوك اللي أنا تعلمته في رمضان الاستمرارية الاستمرارية اللي هي المدوامة على الطاعة حتى كانوا يسألوا سيدنا عمر يقول له علامات قبول الدعاء يقول إن ربنا خلك ترفع إديك لي سبحانه وتعالى ده علامة من علامات القبول إن أنت رفعت إيدك لربنا طيب علامة من علامات قبول الطاعة الاستمرارية زي ما حضرتك تفضلت وذكرت على طاعته سبحانه وتعالى والمدوامة على عبادته والمدوامة على اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طيب وإحنا في آخر أيام الشهر الكريم بالتأكيد هناك سنن نبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على يعني المدوامة عليها كلما انتهى هذا الشهر ما هي أبرز هذه السنن وتوصي إزاي الناس تعمل طيب أحسنت يعني ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك سؤال مهم جدا بعض الناس في ختام شهر رمضان بتيجي بقى عندها إيه أنا عاوز بقى أنا محروم بقى لتلاتين يوم وهو لتسعة وعشرين يوم فأنا عاوز بقى أخرج واتفسح وخلاص ما أنا كنت بعبد ربنا سبحانه وتعالى ناس كتير بتيجي على ليلة العيد لو النهاردة هتكون ليلة العيد أو المتمم لشهر رمضان ليلة العيد يا جماعة ليلة يستجاب فيها الدعاء بعض الناس بأضل ليلة دي يقول لك خلاص بقى أنا أتفسح وأخرج وعمل لك النفسي فيه من تلاتين يوم أنا محبوس لا ليلة العيد دي الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول وبلغنا أي بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله أنه يستجاب الدعاء في خمس ليال وعد منها وليلة عيد الفطر يا سلام يعني الليلة دي الليلة يستجاب فيها الدعاء آه وكلام حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطاهن أمة من الأمم آخر حاجة آخر حاجة في الخمس خصال يقول حضرة سيدنا النبي ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان لذلك يسموها للتجائزة فالصحابة سألوا سيدنا النبي قالوا سيدنا النبي أهي ليلة القدر سيدنا النبي قال لا ولكن ما جزاء العامل إذا انتهى من عمله لو أنا جبت حده شغاله عندي أول ما ينتهي من عمله أعمله إيه أعطيه أجره اللي هو الأجر اللي احنا اتفقنا عليه يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العامل في رمضان انتهى من عمله يوفى أجره يعني الليلة دي بتكون ليلة الجائزة ليلة الغفران ليلة الرضوان اللي هي ليلة العيد فلازم نقضيها في عبادة ربنا سبحانه وتعالى نقضيها شكر لله سبحانه وتعالى أنه وفقنا للقيام في رمضان على طاعته للقيام في رمضان على امتثال أمره للقيام في رمضان على قراءة القرآن نشكر ربنا أنه وفقنا للنعمة دي كتير من الناس متوفقوش ولكن ربنا اخترني وفضلني وخلاني أكون من عباد الله في رمضان فلازم أشكر ربنا على هذه النعمة وعلى هذا القبول يبقى أهم حاجة اغتنام ليلة العيد ليلة إنها ليلة الجائزة ليلة الفوز ليلة الرحمة ليلة الكرم ليلة الغفران من ربنا سبحانه وتعالى ليلة إتمام الشهر الكريم طيب عادات يعني الناس المفروض تحاول تحرص عليها بالذات النهاردة أو عبادات المفروض تحرص عليها بالذات النهاردة وبكرة لو كان العيد بعد بكرة حالتك قلت إنه إحنا لازم نستمر في الدعاء ولكن إيه اللي قدر أعمله أعظم الأجر الواحد يبقى خارج طمعان في رمضان إنه هو يكون واخد أكبر أجر أو أكبر يعني غفران ممكن إيه اللي ممكن أعمله زيادة ويكون أجر زيادة وزيادة إن شاء الله والله يضاعف من إن شاء الله ربنا يفتح عليك ويبرك فيك بالفعل رمضان الأجر فيه مضاعف عن أي شهر تاني يعني أي عمل في رمضان هعمله هيكون السواب بتاعي بالزيادة بمعنى إننا لو أقمت الليل في رمضان لأن القيام سبب للغفراء بمعنى إننا لو صليت تهجد في رمضان بمعنى لو زدت في قراءة القرآن في رمضان والساعة الورد اليوم بتاعي بمعنى لو أنا سعدت حد لو أنا نزلت أطعمت الطعام لذلك أنا عندي في آخر شهر رمضان حاجة اسمها زكاة الفطر صدقة الفطر اللي هي عند جمهور أهل العلماء بتخرج قبل العيد بيوم أو يومين أحسنت الله يبارك فيكي هو ليه زكاة الفطر وليه صدقة الفطر سيدنا نبي بقول لي في رمضان برضو ما تنساش تساعد الغلابة والمساكين والمحتاجين والصدقة دي طهرة للصائم من اللغو والرفث بمعنى إننا ممكن في رمضان الأجر بتاعي المفروض هجيب التوب مارك بتاعي 100% صح كده هجيب 100% في آخر رمضان ممكن وأنا صايم ممكن تكلمت كلمة مش كويسة ممكن نظرت نظرة مش كويسة ممكن إيدي تمدت على حاجة غلط رجلي مشيت لحاجة حرام فتيجي عندي بدل ما أخذ 100% هاخد 90 من 100 فتيجي عندي زكاة الفطر يقول لي حضرة سيدنا النبي طهرة للصائم من اللغو والرفث يعني ده بالمستوى اللي احنا بنتكلم به زي المستوى الرفيع اللي هو هيكمل لي الدرجات بتاعتي هي دي اسمها زكاة الفطر طيب بتخرج إمتى سيدنا النبي قال بتخرج قبل العيد بيوم أو يومين الغرض منها إيه يعني ليه يا سيدنا النبي انت شرعت الحاجة دي قال لأن الزكاة الفطر أو صدقة الفطر مفروضة على كل المسلمين طيب يقول سيدنا النبي كده اغنوهم الحديث عند الإمام الدرى قطني سيدنا النبي يقول اغنوهم يعني المساكين والفقراء عن السؤال في هذا اليوم يعني عاوز يدخل علي يوم العيد والفقير جاري اللي محتاج قريبي اللي معندوش عاوز يدخل علي العيد وهو جايب لبس العيد لولاده عاوز يدخل علي العيد وهو غني في بيته عاوز يدخل علي العيد وهو في كامل السعادة والفرحة والطمأنينة لأن ده الدين الإسلامي مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد لذلك حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول لي تصدق اهو ودي خرجها الراجل عنه وعن من تلزمه نفقتهم بمعنى أنا رب أسرة بخرج عني وعن زوجتي وعن أولادي ولو والدي ووالدتي مش قادرين بخرج عنهم كمان اللي هي زكاة الفطر اللي هي صاعا من تمر أو صاعا من قمح أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب طيب ينفع القيمة عم الشيخ ينفع القيمة ينفع نخرجها وأقل قيمة اللي هي در الإفتاع حددتها أقل شيء 35 جنيه يعني ممكن أزود أو ممكن أزود ومن وسع وسع الله سبحانه وتعالى عليه فأفضل الأعمال في رمضان باب واسع وباب كبير ومنها صلة الأرحم في رمضان عشان في ناس كتير مخاصمين بعض في رمضان لا سدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من الأربعة اللي ربنا ما بيغفرش لهم في رمضان لأن في ناس بكلنا نفسنا ربنا يغفر لنا إنما في أربعة سدنا النبي استسناهم ما بيغفرش لهم في رمضان ومنهم قاطع الرحم فأحنا لا عاوزين شهر رمضان بر وصلة والعيد بر وصلة وبعد رمضان إن شاء الله بر وصلة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبة طيب متى يمكن أن تخرج زكاة الفطر البعض يقول إنك في الأيام الأخرى وقبل صلاة العيد والبعض يقول لابد أن تبكر علشان يستفيد بها الفقير إنه هو يأتي بلبس جديد للعيد إنه هو يقدر يجيب لولاده حاجة إنه هو يقدر ويخلافه الرأي الصحيح هنا إيه طيب سنة سدنا النبي ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين طيب ينفع أخرجها من أول الشهر آه ده منهج موجود ورأي موجود عند السادة الشافعية وكمان ده رأي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحب الكرام إنه ينفع إنه نخرجها من أول الشهر ده اسمه خلاف بين الفقاء والخلاف فيه رحمة خلاف المحمود آه زي ما بنيجي نقول هنطلعها فلوس ولا نطلعها حبوب آه والله إحنا شايفين إن الأولى والأنفع والأصلح لمصلحة الفقير خرجها له فلوس عشان زي ما حضرك ما هي الحبوب زمان كانت بقيمة الفلوس لأنها كانت وفيه رأي تاني قالوا الفلوس كانت زمان ما كانتش مع كل الناس لذلك سيدنا النبي بيئة المدينة كانت بيئة زراعية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض إن كل الناس هتخرجها لإن حضرتك لاحظ فيها إن الفقير كمان اللي باكد زكاة الفطر هو كمان مطالب إنه هو يطلع زكاة فهو كمان مطالب أيها اللي بيملك قوت يومه واجب عليه زكاة الفطر بمعنى إن ده هيخرج زكاة فغالب الناس ما كانش عندهم الفلوس إنما الغالب كان عنده القوت فالقوت سيدنا النبي قال طلعوها قوت إنما الأولى والأفضل لمصلحة الفقير القيمة دلوقتي إن أنا شوف الفلوس ما هو ممكن ياخد من الرز أو الأمح وياخده يروح يبيعه بثمن بخص بثمن أليل وبعد كده يبنا ما أغنتوش لكلام سيدنا النبي أغنوهم عن الطواف أي السؤال في هذا اليوم يبنا بحقق له الإغناء والإغناء بيكون للفلوس وده أنفع طيب إحنا نختلف ونتخانق وده يقول ده ينفع وده ما ينفعش لا ولا تنازعوا فتفشلوا وده خلاف بين العلماء والعلم رحم بين أهله إحنا منتكلم عن مضاعفة الثواب في رمضان ربنا يبعد عننا يا رب مضاعفة العقاب هل وارد أنه يحصل مضاعفة للعقاب يعني ناس تبقى قاعدة طول رمضان بتحاول أنها تعمل أعمال كويسة وأنها ترفع درجتها عند ربنا وتيجي بقى في ليلة العيد زي ما بنشوف بعض الناس ربنا يبعد عن كل أحبابنا ومعرفنا يا رب نلاقيهم بقى إيه يبتدوا يخرجوا عن السياق وفي بعض الأحيان ممكن الموضوع يوصل معهم أنهم يخرجوا عن مشارع الله أصلا يعني يخرج خروج بزيادة ما يتوفقش في شرب مشروبات أي أن كان بقى اللي كان اللي بيحصل ولكن هل ممكن نوصل لمرحلة مضاعفة العقاب عند ربنا يعني الثواب والعقاب بيد الملك سبحانه وتعالى وعندنا رمضان زي ما احنا بنقول أن الحسن في مضاعفة لأنه شهر فضيل كذلك الذنب فيه مضاعف ولكن ربنا سبحانه وتعالى رحم بينا والله يعني سيدنا النبي علمنا رحمة ربنا إذا هم العبد بسيء يعني فكري كده حضرتك واحد بفكر إن أنا بقللت العيد أنا هخرج وهشرب وهعمل وهجيب وهسوي هو بفكر ممكن يسمع حد أخته والده أخوه والدته يقول له لا تعالى وما ينفعش يقعد هو فكر وممكن رتب وممكن قرر ولكن مرحش وإذا هم سيدنا النبي يقول كده وإذا هم العبد وبسيئة هم يعني فكر ورتب ليها خلاصة فلم يفعلها كتبت له حسنة يلا نلحق نذكر تاني عما وإحنا نذكر ونذكر ونقول ليلة العيد ليلة مباركة ليلة مفترجة نكثر فيها من التسبيح نكثر فيها من التهليل نكثر فيها من الاستغفار نكثر فيها من الدعاء زي ما قال سيدنا الإمام الشفعي دي ليه ليستجاب فيها الدعاء وبعدين ناخد بيئة بعض لطريق ربنا الأب مسؤول عن أولاد والأم مسؤول عن أولادها نقعد نفكرهم بربنا سبحانه وتعالى أنا مسؤول عن صديقي ربنا جعلنا خير أمة كنتم خيرة أمة أخرجت للناس بإيه تأمرونا بالمعروف بالكلمة الطيبة بمعروف وتنهون عن المنكر بمعروف برضو حتى الصالحين لما كانوا يشوفوا واحد على معصية سيدنا اسمه معروف الكرخي ده كان عابد ويعالم كبير قوي في البصرة في بغداد وبعدين قاعد على نهر دجلة كده فمعد مركب كده فيها شباب بيشربوا خمره ويهزروا ويتحكوا فالناس جلاسوا التلاميذ بتوعوا قالوا له ادعوا الله عليهم ادعوا عليهم ده بيشربوا ويعملوا حاجات حرام فقال العالم الزاهد العابد الرجل اللي عرف ربنا اسأل الله الذي فرحهم في الدنيا ان يفرحهم في الاخرة يا سلام يبنا لازم اخد بيد اخويا حتى لو بيعمل حاجة غلط لان ده وقب علي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد وربنا بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان شكرا لك يا فندم نورتنا وشرفتنا مولانا وأحسنت القول يا رب يعني تقبل مننا صالح الأعمال وارب يكون شهر رمضان شهر خير وبركة على الجميع وعلكم وعلى كل أفراد الأمة العربية والإسلامية شكرا جزيلا لحرارتك الشيخ سيد عرف الواعظ بمركز الأزهر العالمي الفتوى الإلكترونية نورتنا وشرفتنا شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم